اهلا بكم من جديد في موريتانيا انتهت التجاذبات اصبح بذلك الطريق ممهدا امام تنظيم مجمع عليه للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية والمقررة خلال ابريل من السنة المقبلة وذلك بعد ان وقع وزير الداخلية اتفاقا مع رؤسائي وممثلي 24 حزب سياسيا من اصل 25 حزبا مرخصا ينص على الاجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة الاتفاق الذي تم توصل اليه ينص على اعتماد نظام النسبية في الانتخابات اضافة الى اشراك ممثليين عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس المنتخبة كما اوصوا بتمكين المغتربين اتفق الاطراف كذلك على تحديد سقف اعلى لتمويل الحملات الانتخابية ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي وشراء الضمم اشتركوا في القناة اتفاق الى ان تكون فيه آراء متباينة فعلا لا تفسد للوذي قضية لكن عندما نحتاج الى توحيد هذه الاراء في زمن معين مثل هذه الفترة بالذات ومثل ما حصل بين الاحزاب السياسية ووزارة الداخلية نكون قد حصلنا على مكتسب هام اتفاق مهم بيهلو لا يبخوا البلد شور الجماع بين جميع الاحزاب السياسية جميع الطيف السياسي سيان الموالات معارضة اتفاق على تنويم الانتخابات وطريقة تنويمها ولجانة الانتخابية ومستسل ديمقراطي وخام موريتاني من الازمات المتالية لها غياب بعض الحركات الموجودة على الميدان الحركات السياسية خصوصا الحركات الشبابية وايضا الحركات الحقوقية واحد الاحزاب الـ 25 مرخص لها بدخول الانتخابات والذي قاطع هذا الاتفاق بطبيعة الحال يبقى ذلك ذغرة في الديمقراطية الموريتانية لكن بشكل عام يعتبر هذا الاتفاق ايجابي لان جميع الاحزاب قدمت تنازلات في الحقيقة ووزارة الداخلية حاولت ان تجمع كوكبة من الاحزاب والزعمات السياسية بتوقع الاتفاق يعتبر شبه تاريخي في المرحلة الحالية لإدارة الانتخابات 2023 الوثيقة التي صدرت عن وزارة الداخلية ووقعتها الأحزاب السياسية في موريتانيا هي اتفاق سياسي شامل بين الطرفين وزارة الداخلية ممثلة عن الحكومة الموريتانية والأحزاب السياسية الموريتانية وهذا الاتفاق تم على التسيير التشاركي التوافقي للانتخابات القادمة وينضم إلينا ضيفانا من واكشوت مختار من يارا مستشار رئيس اللجنة الوطنية للشباب أهلا بك ونور الدين محمد والمنصق العام بمشروع إلى الأمام موريتانيا أهلا بك سيد مختار كيف تقيم هذا الاتفاق ما بين الحكومة ومعظم الأحزاب تقريبا أو 24 حزب من أصل 25 بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية أشكر قناة القادة على إتاحة هذه الفرصة أولا قبل أن يجي إلى سياق العام لهذا الموضوع أود أن أشكر وزارة الداخلية التي نظمت هذا التشاور المهم الذي أفضى إلى كثير من المخرجات الأساسية والمهمة من أجل تعزيز ملومة الديمقراطية هذا الاتفاق كان الاتفاق ناجح جدا وكان مهم لأن جميع الأطراف السياسية توصلت إلى الاتفاق المعين يفضي إلى تنظيم انتخابات تكون شفافة ونزيهة وجميع الأطراف السياسية كانت حاضرة حاضرت لهذا التشاور لبت الدعوة 24 حزب سياسي من أصل 25 حزب وهذا يدل على أن هناك شب إجماع من طرف جميع الأطراف السياسية وبالتالي نعتبر أن هذه خطوة مهمة في سبيل تعزيز نظام الديمقراطي وموضمتنا الانتخابية أريد أيضا كذلك أن أشكر هذه الأحزاب السياسية التي لبت هذه الدعوة والتي أبانت عن مسؤولية عميقة وحس وطني وأيضا كذلك نضج ووعي سياسي وتقليب المصرح العام للوطن لأنها بهذه الخطوة التي جاءت طبعا مبادرة دناء على التوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لأن قناعته كانت دائما راسخة بأن التشاور هو النهج السليم والثابت لإدارة وحل جميع الاختلافات والمشاكل السياسية لأنه يرى أنه بالتشاور يمكن أن تتسع دائرة اتفاق والتلاقي والتوافق والتناغم والتفاهم كما أيضا كذلك يمكن أن تتعزز الثقة ويترسخ الاحترام المتبادل والاعتبار وبالتالي تنتصر المصلحة العامة للوطن على تلك الاعتبارات الضيقة الفئوية أيضا كذلك رئيس الجمهورية لم يف نعم كذلك رئيس الجمهورية تعقيب من السيد نور الدين على هذا الاتفاق كيف ترى طيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للقناة على الاستضافة الحقيقة أن هذا الاتفاق هو حدث مصنوع يعني مصطنع هو ليس بالمستوى الذي تتوقعونه ويستحق أن يكون موضع اهتمام بهذه الدرجة حيث أن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون الحقيقة أن النظام الحالي منذ وصول الرئيس الحالي للصدق قبل ثلاث سنوات كان ينادي بحوار شامل حوار سياسي وليس حوار بين الأحزاب السياسية على آليات انتخابية فقط بل الحوار يناقش الأمور الكبرى الوطنية القضايا الأساسية من الوحدة الوطنية ومن العدالة ومن فصل السلطات ومن التعليم ويعادة النظر في النظام الصحي وامور كبيرة هذا النظام حقيقة هو أنه لم يفشل في إعداد العمل على حوار تم نقاشه آلياته وشكلت هيئات ووقعت نقاشات قبله كحوار سياسي وعجنا فشله مؤخرا بين ما يسمى بالمعارضة وما يسمى بالمولاة وكان النظام مشرفا عليه هذا الفشل هو الذي أدى إلى محاولة أخرى من تقليص أو تقزيم الحوار تقليص تحويله إلى حوار في أروقة فزارة الداخلية بين ما يسمى بالأحزاب السياسية المرخصة أو ما تبقى منها وهو ما أشار إليه ضيفكم الآن بأنه يشكلش بإجماع وهذا خطأ فاده لأنه إجماع على ماذا الحقيقة أنه قبل ثلاث سنوات من الآن أو أربع كان هناك مئة وخمسة أحزاب سياسية تم حل ما يزيد على سبعين منها بقوة القانون الموجود الحالي لكن القانون الموجود أيضا قوته تؤدي إلى ترخيص الحزاب السياسية في مادتها 12 التي يخرقها النظام الحالي وبالتالي يخرق مقتضى دستوري ألا وهو التعددية الحزبية أي حق المواطنين في التحزب وهذا ما لا يلتزم به النظام الحالي متمثل في وزارة الداخلية التي تبتدع هذا الحوار الحالي الذي ربما تطرق لمحسناته حتى نكون مسائل الحسن لكن المسألة برمتها مبنية على باطل وهو خرق الدستور خرق المتضى الدستوري هو التعدد حق الناس في التحزب لا يوجد الآن إلا 25 حزب سياسي ونحن نقبل إذا كان يوجد الحزب واحد أو حزبان لكن بالقانون الحقيقة أن وزارة الداخلية الآن لا ترخص الحزب السياسية منذ سنوات والآن تقول لك هذا إجماع إجماع بما تبقى من الحزب الخامسة وعشرين التي ذكرتم قاطع واحد منها وبقية 24 16 منها تابعة للحكومة حقيقة 16 حزب سياسي هي تابعة للحزب الحاكم والحكومة عنها أحزاب الموائلات البقية أحزاب معارضة بعضها معارضة قديمة ثلاثة أو أربعة أحزاب والبقية كلها تدور في فلك النظام وبعضها يدعي أنه معارض وهو أقلب الموائلات بعبارة أخرى الخارطة السياسية مشوهة في موريتانيا منذ سنوات بل ربما منذ عقود لكن الآن في تشوه جديد وهو أن هناك خارطة لا تمثل أصل لمواطنين الموريتانيين فلو سألتم الناس في الشارع الموريتاني بشكل موضوعي ستلاحظون أنه لا يهمهم هذا إنما يهم زيادة الأسعار وزيادة أسعار الوقود بأكثر من 30% مع تراجع الأسعار فساد الصحة وفساد التعليم وانخرام الاقتصاد وتهافت الآمال الحقيقة أن ما حدث فيه الآن سأجيبكم سريعا فيما يتعلق بما وصل إليه حوار وزارة الداخلية مع بعض الأحزاب التي ارتضت هي أن تكون محاورة لها كما أشار أحد المشاركين في روبرتاجكم هناك قواء شبابية كثيرة جدا وهناك أحزاب أصلا كانت موجودة وتم حلها بالقانون لكنها طعنت عند المحكمة المولية المحكمة المولية حكمت لها لكن المحكمة المولية ترفض ذلك لأحد الشباب نعم هذا ما أرغب بالتساؤل بشأنه مع سيد مختار هذه من بين الانتقادات وجود لتجاوز عدد مقعد الشباب 11 مقعدا كيف ترد على هذا الانتقاد في هذا النظام الانتخابي الذي أجمعت عليه الـ 24 حزب أريد فقط أن أذكر الضيب الكريم أن هذه الأحزاب الـ 25 المرخصة هي الأحزاب التي معتمدة عند وزارة الداخلية لأن كانت هناك حوالي حدود 110 أحزاب 100 يزيد على 110 أحزاب وقد حلت 76 من الحزب وقد طعنت 20 حزب وبالتالي بعد في الأخير توصلنا إلى 25 حزب سياسي فقط هذه الحزاب المرخصة في الوطن وهناك أيضا ما يزيد على 80 ملف حزب سياسي عند وزارة الداخلية هناك شروط وزارة الداخلية لا تعطي للترخيص ولكن هناك شروط ومعايير وضعتها وزارة الداخلية من أجل أن يكون للأحزاب السياسية معنا ومدلولا في مورتانيا هناك فوضوية في الأحزاب ووضع ملفات لداع ملفات الأحزاب كل من هبه دب يريد أن يشكل حزب سياسي فقط يحصل على 25 شخص وبالتالي يريد أن يشكل حزب سياسي وهذه فوضوية لا ينبقي أن تتكرر لأنها ليست ظاهرة الصحية الديمقراطية الديمقراطية يعني وجود أحزاب سياسية مبنية على تصورات معينة واضحة يكون لديها تصورات أمنية وتصورات سياسية وتصورات اجتماعية وأخرى اقتصادية لأنها تريد أن تحكم البلاد ومن يريد أن يحكم البلاد عليه أن يكون مكتمل الشروط هذا من ناحية أما بما يخص تلك المخرجات التي تمخذت عن هذا التشاور المهمة والأساسية فهناك أولا اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات البلدية والجوية وهذا كان مطلب أساسي لأن اللوايح كانت هناك لا يحاولها حتى فقط هم المستفيد من التمثيل في الانتخابات البلدية والبرلمية جميع اللوايح وأغلب اللوايح الآن ستفيد من التمثيل في الانتخابات البلدية والجوية كما كان تم أيضا زيادة نسبية في المقاعد البرلمانية من نسبة 45% إلى 50% تم كذلك إحداث لايحة للشباب 11 شابا سيريجي إلى البرلمان وهذا الأول مرة في تاريخ البلاد وكان مطلبا أساسيا للشباب هذا المطلب لم يتحقق إلا في هذه الفترة نعم هناك أيضا دمج للأشخاص المعاقين الأشخاص المعاقين هذه اللايحة التي تحتوي على 11 شاب ذكورا وينات ينبقي أن يكون على الأقل فيها مقعدين للأشخاص والاحتياجات الخاصة هذه البداية كما أيضا تمت أيضا ينفخامة رئيس الجمهورية كان حرصه دائما هي محاولة لتمثيل مختلف الفئات سيد مختار نعم هي محاولة كلمة فقط آخيرة كلمة فقط آخيرة هناك أيضا هناك أيضا نية صادقة لدى فخامة رئيس الجمهورية لأن الاتخابات كثيرا ما تعاني من الشفافية لا بد أن تكون الاتخابات شفافة ونزهة من أن يكون هناك استقلار سياسي فخامة رئيس الجمهورية حرصة كل الحرص على شفافية الاقتراء وذلك عن طريق جمهة من الإجراءات عادة تشكيل لجنة المستقلة للانتخابات تكون لجنة مستقلة للانتخابات ليس لديها حديث سلطة عليها هذه إجراءات سيتم اختبارها في هذه الانتخابات لكن نحن نتحدث الآن عن بنود هذا القانون أو هذا النظام سيد مختار أعتذر لضيق الوقت هنا التعقيب من سيد نور الدين الحديث عن أو ما أشار إليه سيد مختار من بعض المزايا ومحاولة تمثيل الفئات عديدة هناك أيضا الكثير من التفاصيل في هذا القانون أو هذا النظام الانتخابي منها اعتماد النسبية منها تحديد سقف أعلى للتمويل حتى لا يكون هناك شراء للذمم يعني تعقيبك على هذه البنود التي تحاول أن تضمن الشفافية في هذه الانتخابات شكرا سيدة الكريمة هو لا شك أن هناك بعض التحسينات هذا لا يختلف عليه الآن لكنها تحسينات على أرضية من الباطل ومن الظلم أصلا التي حاول زميلك وضيفكم أن يدافع عنها باعتبار أن هناك فوضوية جبل لا تنبغي لكن نحن نتكلم عن خرق قانون أن هناك قانون ساري المادة 12 فيه تقول أن نجيب الناس التي طلبت التحزم سياسيا وهذا ما تخرقه وترفضه وزارة داخلية لكن ليسنا إلى ذلك الآن أنا أريد أن أقول أدخل معكم في جوابكم على سؤالكم من الذي قال أن الشباب ينبغي أن يكون ممثلا بـ 11 مقعد فقط والشعب الملتاني أكثر من 70% منه حسب تقارير لهم المتحدة شباب كيف يمثل الشباب بعشرين في حين هناك قوائم للنساء و للكهول و للرجال تتجاوز العشرين ما هو المنطق الذي بنيت عليه هل يمكن لضيفكم الكريم أن يقول المنطق الذي بنيت عليه 11 مقعد ذانيا ما هي الحكمة وراء ربط أو حجز مقعدين لأولي الاحتياجات الخاصة رغم أننا نرحب باستفادتهم ووليجهم للمناصب السياسية لكن أين هناك مكان في العالم يربط بين الشباب الذي هو قوة حية وتتميز بالصحة والعافية عادة وبالقوة البدنية ما معناه ما هو المنطق الذي بني عليه ربط مقعدين لخصم مقعدين آخرين من 11 التي لا تكفي أصلا للشباب حجزها للإحتياجات الخاصة ما معناه هذا؟ ما معناه أن مدينة نواكشوت التي هي عاصمة السياسية لموريتانيا نتكلم الآن معكم منها التي يوجد بها ذلو السكان البلد وهي لا تمتلك إلا نحو 10% من التمذيل في البرلمان على سبيل المثال ما معناه هذا؟ إذا هي جملة من الانتقادات لا تنفي أن هناك تحسين كما ذكرت ولكن هذه الانتقادات أكيد ستناقش ومطروحة للنقاش في حلقات قادمة من هذا البرنامج أشكرك شكرا جزيلا سيد نور الدين محمد المنصق العام بمشروع إلى الأمام موريتانيا والسيد مختار منيارا مستشار رئيس اللجنة الوطنية للشباب شكرا جزيلا لكم شكرا